رأس مندوب الحكومة لدى بلدية يمين الدقو يعقوبا انطلاقة الحملة الرسمية لمكافحة شيل أطفال وذلك بالدائرة الأولى بفرشة المناسبة كانت بحضور عمدة الدائرة الأولى محمد إبراهيم مصيام وسكان الدائرة أدم حنفي فاضين الطفل هو سنبلة يسهم في كيان مستقبل الأمة بكونه أكبر رأس مال اجتماعي لذا جاءت هذه الانطلاقة الرسمية لحملة التطعيم ضد شل الأطفال بالدائرة الأولى مندوب الحكومة لدى مدينة جمينة دقو يعقوبا والذي أثناء كلمته لهذه الانطلاقة أشار في خطابه إلى أهمية التطعيم ومكانة الطفل مؤكدا بأن الأطفال هم أجيال الغد يجب أن يعتنى بهم لتفادي وباء الشلل عمدة الدائرة الأولى إبراهيم محمد صيام في كلمته الترحبية شكر الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية إدريس دابي إتنو على اهتمامها البالغ حول العناية بالطفل المندوب الصحي لمدينة جمينة يرسل تاوه قال جل الأمراض أحيانا تتعامل مع التجارب الطبية إلا أن الشلل هو عائق للطفل منذ لحظة الإصابة مشيرا في حديثه طالبا من الجميع محاربة شلل الأطفال ممثلة الشركاء الفنيين بمنظمة الصحة العالمية بيتشاد كوناتي بنتو طالبة من الجميع في خطابها أن يضع تربية وسلامة الطفل من أولويات المستقبل مشيرة في خطابها هذا إلى الحاضنات والمرضعات وتشير التقارير الأخيرة التي حصل عليها العاملين في مكافحة شلل الأطفال إلى أن هذا الداء كان عصيا بالفدرالية النجيرية حيث ينبغي للجميع أن يصل إلى المراكز الصحية فالمدة الزمنية لهذه الحملة هي من العشر إلى الثاني عشر من الشهر الجاري عقد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الأفريقية ديكتور جان حيسكو مؤتمر صرفيا حول توعية المواطنين في سوء استخدام المضادات الحيوية بحضور عدد كبير من الأطباء ومهني الصحة جرت شل مناسبة بدار المرأة تقرير الدين محمود نصر يشكل سوء استخدام المضادات الحيوية خطرا كبيرا في الصحة الإنسانة بهذا الشأن فقد قامت منظمة الصحة العالمية بعقد مؤتمر صحفي حول توعية للمواطنين في سوء استخدام المضادات الحيوية يأتي هذا المؤتمر تزامنا مع العزباء العالمي لمضادات الحيوية تحت شعار استشر طبيبا وأن الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر رفع مستوى الوعي لدى المواطنين في الفحم الجيد للتعامل مع المضادات الحيوية لأنها الآن تشكل الخطورة في كافة دول العالم وخاصة إفريقيا في مداخلته المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الإفريقية الدكتور جان بسكو ينصه فيها للمواطنين دائما على عدم ممارسة الأصاليب الخاطئة أثناء التعامل مع العدوية وخصوصا كعدوية التي تعالج الالتهابات كالبكتيريا في البشر والحيوانات وهذا قد تفقد فعالياتها ليس فقط يصبب الإفراد في الوصف وبعدم نصيهة المهنيين الصحيين أو مخالفته خلال هذا المؤتمر ناقش المؤتمرون أهم الأمرات التي ينجم عنها سوء الاستقدام للمضادات الحيوية مثل السل وفيروس نقص المناع المكتسب السداء وعمرات التحابات الحوج وحالات الحمل خارج الرهم وننويه بأن سوء استقدام المضادات الحيوية أصبح الشغل الشاغل للأقصائيين والأطباء والمهتمين بشؤون الصحة ترجمة نانسي قنقر